قريت انا شوية عنها بمحاولة مقارنتها باليوم الخطط المالية والاقتصادية كيف بتركبهم بعض الشركات الاستشارية اللي بعضها الدولة اللبنانية كمان استقدمتها بدالي في فرق هائل باساسا منهجية التفكير هول الخطط اللي هلقم نشوفها كانو حدا في قعد قدام كمبيوتر لابتوب يشوف هايك ارقام الدولة ويطلع لك بخبرية بخطة بوقتها صار في بعثات على المناطق ودراسات احوال اجتماعية واي دولة تريدون لأي مجتمع تريدون فبتجي الخطة اول شي شو كان دورك ببعثة ارفد بعدين في وزارة التخطيط هذا الشي اللي دايما منقول بلبنان لازم نرجع عوزارة التخطيط المفقودة وبداية العهد الشهابي ببعثة ارفد كانت تجربة غنية بس نحن اللبنانيين اللي كانوا عم بيعملوا ببعثة ارفد كنا بنشعر بدونية لانو الخبراء الفرنسيين هن المسيطرين على كل شيء وكان صعب كتير ان تشوف الاب لبري انا مرة ااب لبري اللي هو رئيس رئيس البعثة وكان مشهور هو خوري اشتغل كتير مع واحد اقتصادي فرنسي شهير اسمه فرانسوا بيرو على انعدام التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين المراطق المختلفة في البلدان وكان بده يعمل اقطاب ويعمل مكان امكنه لنشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية بس نحن اللبنانيين ما كان عندنا احتكاك مع الاب لبري فيوم من الايام رحت انا دقيت على بابه هو كان ينوجد هون بالبلد مش دايما بس فرنسا من الوقت دقيت على بابه وفتت وصار يحكيلي تاريخ حياته من الاب لبري انو كيف هو مولود بعائلة فقيرة جدا بفرنسا مع عائلة سيدين سمك بالبريتاني وكذا فطبعا اعجبت فيه اللي زعله عملي قصة هو مدير البحثة كان اسمه ريموند البرا بعدني عم بتذكر اسبه انو كيف تعمل هالشي كيف بتفوضى عند الاب لبري وما بتقول لي شيء قلت له روح روح انا ببلدي هون هيدا مش بلدا في النزعة الصدمية كان فيه ايضا اب لبناني كان بيشتغل معنا اسمه غاب عن بالي كان معروف ايضا باهتمامه بالقضايا الاقتصادية بالاجتماعية اه فانا استفادت كتير من كل هالفترة ببيع سديح فرم مع انو دايما كنا على صدام وخلاف مع الخبرى الفرنسيين في واحد منو كان موجود هيدا كان معي زميل بالجامعة بفرنسا ما كان نجح بامتحاناته ما انو متخرج ايه ومره رقطه شو عم بياخد كتابه بينقل من كتاب تا يعمل تقريره ايه شغل ايه فبلشت ايضا يعني ما اشتاح للخبرى الاجانب اللي كانوا ايه مع انو بعدين اه وقت ما رحت على وزارة المالية بشبابي اه كان فيه خبير فرنسي كان كتير ممتاز اه وضربناها السحبة اه بتراسل مع ولاده وتوفى فا وبعدين كان عندك وقته ايضا المساعد للجنرال فؤال شعب اللي كان اسمه جان لي جان لي هيدا كان من مخلفات الانتداب الفرنسي بقي مع الجنرال بلبناء وكان كمان شخصية كتير ممتازة شو اللي انعك بهديك الفترة تخود هالتجربة لانو اه واضح انو بخياراتك سياسية واضح عندك شو المسار اللي يجب ان تقول اليه الامور وشو المسار اللي انت بتعتبره لا فالسلطة مش دايما هي غاية ليش بوقت اعتبرت انو تستحق هالتجربة ايه لانو اه صحيح انا انا دراست الاقتصاد السياسي ب بريس بس ما كنا بندخل ب هالتفاصيل الميدانية انو من هاد الامر كيف بتنمي دول اه بتنقي بلدات نائية اه ببلد معين يعني هيدا بده نوع من الاختصاص هه فهيدا تعلمته مع بحثة ارفت اه وبحثة ارفت كمان كان له نبوءة الاب لبريل انو عامل محاضرة شهيرة اسمها لليبان او طغناء لبنان عالمفترق سنة 1960 قال نبه حزة قال اذا ما رح تتعدل عدم المساواة بين اللبنانيين وهالفروقات الشاسعة بمستويات المعيشة بين المناطق المختلفة لبنان قد ينفجر فعليا الحرب الاهلية شايفت كتير من نزوح الاطراف الى الوسط طمام طمام بوزارتهم بينما سياسة فؤاد شهاب كان تثبت بالارياف والريفيين بمناطقهم جاب لهم الكهرباء جاب الماي عمل المشروع الاخضر لتحسين نوعية التربة الزراعية عمل كتير اشياء كرهته البرجوازية اللبنانية الراجعية المسيحية كرهته 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 كرهه 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 وكانوا بيقولوا عنا انتوا شيوعيين تجربتك بوزارة التخطيط شو 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 قلتلك شو شو عملتلك بهديك الفترة اربع سنين اذا ماني غلطان بقيت من الستين الاربع وستين لانتهاء عهد فؤاد شهاب يمكن ايه طريبا بعدين انشالت اساسا وزارة التخطيط وغلق كلمة واحد يعمل اي فكرة اصلاحية بالبلد بقول عودة وزارة التخطيط بشوف للامانة ايام الرئيس كامي شامعون كان في مجلس الخطيط وكان في اقتصاديين كبار منهم دكتور محمد عطالة دكتور بير غلناجي على سبيل المثال اسامي لامعة وبارزة كان عندك بحزب الكتائب وجنيل للغاية اللي كان موريس جميل ايه وكان في مجلة اكسيون اللي كان تصدر من حزب الكتائب بس كان بيشرف عليها ادوار صحب الله يرحموا اللي انقتل بالحرب ايه وموريس جميل وكان في كريم باكرادوني كمان معنا ايدي كانت فترة ايه اذا بده انا بشوفها من احسن فترات تاريخ لبنان ليش ليش انتهت كما انتهت عليها الامور بعد خانقول 10-11 سنة من انتهاء عهد فؤاد شهاب اه ما تنسى ان فؤاد شهاب عمل الاتفاق الشهير مع جمال عبد الناصر على حضور لبنان تماما اللي فعليا عطى استقرار للبنان ايه عطى استقرار كبير الا كان فيه البرجوازية البرجوازية من كل الطواف كانت ما بتحب عبد الناصر المسلمين ومسيحيين كان يخافوا من التأميمات ويجوز ايه 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 تماما فصار في حملات ضد فؤاد شهاب ما الى اول ما الى اخر انه هو تابع للمندوب السامي جديد السفير مصر بلبنان وبدأت الاحداث باغتيال نسيب متني اللي كان من انصار جمال عبد الناصر باللبنان واللي تم اغتياله اثمان وخمسين اثمان وخمسين ايه ووقتها كان عندك صاحب جريده ومعروفه بها ديك الفتره اللي كان عنده الحياة تم اغتياله وهذا كان كله اللي دخل عليه عهد فؤاد شهاب يعني هو وصل على السلطة اثمان وخمسين بهذا الجو اللي كان فيه حرب اهلية صغيرة صارت على اشهر ستة يمكن وصار اجتماعه مع عبد الناصر وتأمن استقرار والخوف من الوحدة المصرية السورية خف نسبيا باطار اعتراف مصر نفس الوقت ما تنزل صار فيه انزال بحري اميركي للأسطول السادس تماما لان هو للمعارك كان هو السؤال بالبداية واللي هلأ بعدنا حكينا عن تجربة فؤاد شهاب انه فيها النظريتان للحرب الاهلية انه الحرب الاهلية شو ما كان نظامنا السياسي كانت راح توقع وفي نظريتان انه لو صار فيه معالجة الاحوال كان يمكن تفادينا هذا الامر رغم من الضغوط الخارجية صح الاب لبرا كان عنده نظرة نظرة صاخبة نبه اللبنانيين ما بتعملوا شيء للعدالة الاجتماعية ولا العدالة بين المناطق لبنان سينفجر هلأ نظرا نظرا اشتركوا في القناة